أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث والصف الخامس بمدارس التعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات ونظام الخامس سنوات في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية اليوم إن شاء الله نستكمل حديثنا عن الباب الأول من أبواب المنهج وهو الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية نحن في الحلقة السابقة اتكلمنا عن الإطار العام للمحاسبة الحكومية تعرفنا على تعريف المحاسبة الحكومية وكذلك تعرفنا على نتاق سريان أو مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية على أين تطبق المحاسبة الحكومية تعرفنا أيضا على أهداف المحاسبة الحكومية وأسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية تعرفنا أيضا في الباب الأول اللي هو الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية على السمات الخاصة أو الخصائص اللي بتختص بيها المحاسبة الحكومية كفرع مهم من فروع علم المحاسبة تعرفنا أيضا على أوجه الاتفاق أو أوجه الشبه بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وعرفنا أن المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية بيتشابه مع بعض في مجموعة من النقاط من بينها طبعا أوضحنا نظرية القيد المزدوج وغيرها من النقاط المهمة اللي أوضحناها في الحلقة السابقة في حلقة اليوم أو إن شاء الله نستكمل حديثنا عن باقي الأجزاء المرتبطة أو المتبقية لنا في الباب الأول وهو الباب الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية هنتكلم على أوجه الاختلاف أو أوجه المقارنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية هناك زي ما فيه هناك نقاط اتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية هناك أيضا نقاط اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية يبقى عندنا جزئية النهاردة هنستكملها وهي أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية كذلك أيضا هنتكلم عن العلاقة التي تربط المحاسبة الحكومية بالمحاسبة القومية كفرع من فروع علم المحاسبة مهم طبعا بنقصد هنا المحاسبة القومية لها علاقة بالمحاسبة الحكومية هنوضحها خلال حلقة اليوم من الحاجات المهمة واللي يجب ناخد بالنا منها عزيزي الطلاب أن منهج أو الفصل الأول أو الباب الأول من أبواب منهج المحاسبة الحكومية اللي هو الخاص طبعا زي ما أوضحنا بعنوانه الإطار العام للمحاسبة الحكومية بيشتمل على مجموعة من المعارف النظرية اللي لا يخلو اختبار من اختبارات نهاية العام من مثل هذه المعارف في شكل طبعا أسكر أو عرف أو شكل طبعا أسئلة صح وخطأ أو اختر من المجموعة ألف ما يناسبها المجموعة بين اللي هو وصل أو اختر من بين الأقواس يبقى احنا عندنا مجموعة من الأسئلة اللي بيجيلي طبعا في اختبار المحاسبة الحكومية لأن زي ما أوضحنا عزيزي الطلاب اختبار المحاسبة الحكومية مش بس بيتضمن مجموعة من المهارات المحاسبية هنتضرب عليها إن شاء الله في أبواب تالية بداية من الباب التالي إن شاء الله اللي هو الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي والباب التالي أيضا والموازنة العامة للدولة والباب الرابع اللي هو الخاص طبعا بالعمليات أو تسجيل العملات المالية الحكومية بالدفاتر هنأخذ بالنا أن نركز على الأجزاء النظرية في الباب الأول لأن لا يخلو اختبار من الاختبارات من مثل هذه الأسئلة نحن بعد ما ننتهي من التعرف على أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية ونعرف أو نتعرف على العلاقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية هنحاول أن نتضرب على أسئلة خلال حلقة اليوم إن شاء الله من هذا القبيل هنتعرف على شكل الأسئلة بيجيلي إزاي في الاختبار على الباب الأول عشان يبقى عندي فكرة وأكون اتضربت على هذه الأسئلة من بداية العام الدراسي وطبعا منساش طول العام الدراسي كل ما خلص دراسة جزء كل ما خلص جزء عملي إن شاء الله يكون فيه نصيب من الأسئلة النظرية اللي هتيجي على غرارها أو هتيجي أسئلة زيها إن شاء الله بإذن الله في اختبار نهاية العام تعالوا نشوف مع بعض أوجو الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية أول اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية عزيزي الطلاب الهدف الهدف فيه المحاسبة طبعا إحنا بنتكلم عن الهدف بشكل عام أن الهدف العام للمحاسبة الحكومية زي ما أوضحنا في الحلقة السابقة هو القياس الأداء الحكومي ومراقبته لكن الهدف في المحاسبة المالية في الغالب بيكون طبعا المحاسبة المالية زي ما احنا عارفين بتطبق في الوحدات الحكومية الوحدات الاقتصادية الهدفة للربح وبالتالي بيكون من ضمن أهداف المحاسبة المالية أو من أهم أهداف المحاسبة المالية هي تحديد أو قياس نتائج أعمال المنشئة من الربحة وخسارة بينما المحاسبة الحكومية طبعاً بيكون هدفها العام قياس الأداء الحكومية وما ننساش أنه فيه أهداف فرعية من هذا الهدف يبقى فيه اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية زي ما أوضحنا المحاسبة المالية متطبق طبعاً زي ما احنا عارفين في الوحدات اقتصادية الهدفة للربح وبالتالي بيكون من ضمن أهدافها أو من أهم أهدافها قياس نتيجة أعمال المنشئة من ربحة أو خسارة أما المحاسبة الحكومية فطبعا بتطبق في الوحدات الحكومية الإدارية الغير هدفة للربع وبيكون هدفها العام قياس الأداء الحكومي يبقى بعيدا عن الهدف الفرعية للمحاسبة الحكومية الهدف العام للمحاسبة الحكومية هو قياس الأداء الحكومي النقطة التانية وهي بتمثل أيضا نقطة اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية زي ما وضحنا عزاء الطلاب أسس قياس النتائج وإحنا أوضحنا في الحلقة السابقة أسس قياس النتائج في المحاضبة بشكل عام وقلنا أننا عندنا ثلاث أسس قياس النتائج الأساس الأول هو الأساس النغدي والأساس الثاني هو أساس الاستحقاق أما الأساس الثالث والأخير وهو الأساس النغدي المشترك أو المعدل أو المختلط يسمى كده الأساس المشترك أو الأساس النغدي المعدل أو الأساس النغدي المختلط المادة الخامسة من القانون 127 لسنة 1981 اللي هو القانون اللي بيحكم العمل المحاسبي داخل الوحدات الحكومية الإدارية في جمهورية مصر العربية حددت هذه المادة اللي هي المادة الخامسة من هذا القانون الأساس النقضي كأساس لقياس النتائج في المحاسبة الحكومية بجمهورية مصر العربية وده طبعا على اختلاف مع المحاسبة المالية لأن الأساس المتبع لقياس النتائج في المحاسبة المالية هو أساس الاستحقاق وده متفق عليه في كل دول العالم أن أساس الاستحقاق هو أساس قياس النتائج في المحاسبة المالية وده يمثل اختلاف طبعا بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وإحنا أوضحنا في الحلقة السابقة المقصود بأساس الاستحقاق المقصود بالأساس النقدي المقصود بأساس المعدل أو المشترك أو المختلط ممكن ترجعوا لهذه الحلقة على قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب تعالوا نشوف مع بعض أوجه اختلاف آخر بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية النقطة رقم ثلاثة وهي إهلاك الأصول السبتة الأصول السبتة طبعاً عزيزي الطلاب دي متمثلة في الأساس والسيارات والألات والعدد والأدواء كل الممتلكات التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية أو الوحدة الحكومية سواء الهدفة للربح أو غير الهدفة للربح بهدف استخدامها في أداء النشاط وقد جرى العرف في ظل المحاسبة الحكومية وتطبيقاً لمبادئ المحاسبة المالية نحن طبعاً بنقوم بحساب إهلاك لهذه الأصول طيب هل في المحاسبة الحكومية بنقوم بحساب إهلاك للأصول السبتة طبعاً ده طبعاً لا ما بناخدش بهذا المبدأ ما بنقومش بتكوين مخصصات إهلاك للأصول السبتة يبقى عندنا على طول ما بنكونش مجمعات إهلاك للأصول السبتة ولا بنحصل مصروف إهلاك للأصول السبتة يبقى ده على اختلاف مع المحاسبة المالية اللي بتأخذ بمبدأ احتساب الإهلاك للأصول السبتة بينما المحاسبة الحكومية لا تأخذ بهذا المبدأ على الإطلاق يبقى ممكن يجيلي سؤال هل المحاسبة الحكومية بتقوم في ظل هذه المحاسبة في الوحدات الحكومية الإدارية بيتم تكوين أو بيتم حساب إهلاك الأصول السابتة طبعا لا خطأ لا يتم حساب إهلاك الأصول السابتة في المحاسبة الحكومية بينما يتم ذلك في ظل المحاسبة المالية نقطة اختلاف أخرى بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وهي الإجراءات المحاسبية الإجراءات المحاسبية المتبعة في كافة الوحدات الحكومية إجراءات محاسبية موحدة طبعا قانون واحد مجموعة دفترية واحدة مجموعة مستندية واحدة بتطبق في كل الوحدات الحكومية الإدارية بجمهورية مصر العربية من أقصاها إلى أقصاها يبقى عندنا على طول كده الإجراءات المحاسبية اللي بتطبق في جميع الوحدات الحكومية اللي بيحكمها طبعا القانون 127 سنة 1981 واللواقح التنفيذية لهذا القانون بتطبق نفس الإجراءات المحاسبية وده طبعا بيختلف عن المحاسبة المالية لأن المحاسبة المالية مش كل المنشآت نشاطها واحد فيه منشآت صناعية فيه منشآت تجارية فيه منشآت خدمية وبالتالي الإجراءات المحاسبية بتختلف وإنت شابت في حاجات كتير في المحاسبة منها لأنها بتختلف باختلاف طبيعة النشاط ونوع النشاط اللي بيتمارسوا المنشآة الهدفة للربح يبقى نقطة اختلاف أخرى وهي الإجراءات المحاسبية ويوجد اختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية محاسبة الحكومية الإجراءات المحاسبية موحدة في كل الوحدات الحكومية على مستوى الجمهورية لأنها كلها مرتبطة بالقانون 127 لسنة 1981 في جمهورية مصر العربية أما المحاسبة المالية فبتختلف هذه الإجراءات من منشأة لأخرى طبقا أو تابعا لطبيعة النشاط اللي بتنرسوا هذه المنشأة النقطة رقم خمسة من نقاط الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وهي المخصصات والاحتياطات طبعا نحن عارفين وجرت العادة تطبيقا لمبدأ أو لسياسة الحيطة والحذر من نظرية المحاسبة بنقوم بحساب مخصصات لمقابلة الخسائر المحتملة إيه يا للمخصصات مقابلة الخسائر المحتملة زي ما قلنا بنحسب مثلا مخصص ديون مشهوك فيها مخصص أجيو مخصص هبوط أوراق مالية خدنا كل هذه المخصصات في مقرر المحاسبة المالية في سابق وتعرفنا أن المخصصات بيتم تكوينها تطبيقا لمبدأ سياسة الحيطة والحذر وطبعا بتسمى هذه المخصصات مخصصات مقابلة الخسائر المحتملة كذلك بيتم تكوين احتياطات في زي المحاسبة المالية سواء كانت قانونية بنص القانون ويسموها الاحتياطات القانونية أو احتياطات بتقوم بتكوينها المنشئة لاحتياجات في المستقبل زي الاحتياطات التجديدات والاحتياط رأس مالي الاحتياطات اللي من ضمنها الاحتياط الرأس مالي والاحتياطات القانونية والاحتياطات التجديدات وغيرها من الاحتياطات اللي هي مبالغ بتحتجز من الأرباح لمقابلة خسائر محتملة في المستقبل سواء كانت الاحتياطات أو المخصصات في ظل المحاسبة المالية بيتم تكوين مخصصات واحتياطات أما في ظل المحاسبة الحكومية لا يتم تكوين مخصصات أو احتياطات لمقابلة الخسائر المحتملة لأننا خبالنا برضو عزيزة الطلاب أن المخصصات والاختطاط دي بيتم احتجزة من الأرباح وطبعا المحاسبة المالية بتطبق في المنشآت الهدفة للربح وبالتالي ممكن نحكي يكون عندها أرباح نحكي زمنها هذه المبالغ إنما طبعا الوحدات الحكومية الإدارية غير هدفة للربح المحاسبة الحكومية بتطبق في الوحدات الحكومية الإدارية غير الهدفة للربح وبالتالي أصلا ما عنديش أربعة عشان نحتاجز منها مخصصات ولا احتاجز منها احتياطات يبقى دي نقطة اختلاف مهمة ناخد بالنا منها ونركز أن في المحاسبة الحكومية لا يتم حساب أو تكوين مخصصات واحتياطات النقطة رقم ستة وهي أنواع المصروفات وإحنا عزيزي الطلاب في ظل المحاسبة الحكومية بما بمفرقش بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأس المالية وده طبعا على اختلاف مع المحاسبة المالية اللي بنفرق فيها طبعا بين المصروفات الرأس المالية والمصروفات الإرادية وإحنا أوضحنا أن المصروفات الرأس المالية زي ما أوضحنا قبل كده عزيزي الطلاب المصروفات الرأس المالية هي المصروفات اللي بتنفك على الأصل السابت فتؤدي إلى زيادة قيمته أو تؤدي إلى زيادة عمره الافتراضي أو الانتاجي أو زيادة طاقته الانتاجية يبقى أنا عندي مصروفات بتنفق على الأصول السبتة فبتؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية للأصول السبتة أو بتؤدي إلى زيادة كفائتها ودي بتسمى مصروفات الرسمية وتعتبر جزء من تكلفة الأصل طبعاً ده على عكس المصروفات الإرادية وهي المصروفات التي تنفق في سبيل حصولها على الإراد زي مصروف الكارباء ومصروف المياه ومصروف النرة كل هذه المصروفات هي مصروفات إرادية وطبعا المصروفات الأرضية بتحمل في ظل المحاسبة المالية لقيمة الدخل أو بيتم يقفلها في قيمة الدخل مع الإرادات أما المصروفات الرأس المالية فبتضاف على قيمة الأصل وتعتبر جزء من قيمة الأصل زي ما قلنا أي مصروف ينفق على الأصل السابت فيؤدي إلى زيادة قيمته إلى زيادة طقته الإنتاجية أو كفاءته أو زيادة عمره بقاءه في المنشأة واللي بنطلق عليه عمره الإنتاجة أو عمره الافتراض وأيضا هناك أيضا مصروفات الرأس المالية مصطلح آخر أو تعريب آخر المصروفات الرأس المالية بنعرفها بأنها المصروفات التي تنفق في سبيل القصول على الأصل السابت عشان المنشأة تمتلك أصل السابت فهتنفق نفقات حتى يأتي هذا الأصل للمنشأة ويصبح صالح للاستخدام ويطلق عليه أيضا المصروفات الرأس المالية يبقى أنا عند المصروفات الرأس المالية والمصروفات الرأس المالية في ظل المحاسبة المالية بنفرق بين المصروفات الإرادية والمصروفات الرأس مالية طيب وفي ظل المحاسبة الحكومية لا نفرق أبدا بين المصروف الإرادي والمصروف الرأس مالي زي ما أوضحنا عزيزي الطلاب كل المصروفات في المحاسبة الحكومية هي مصروفات ولا نفرق بين كونها كانت مصروفا إراديا ولا مصروفا رأس مالية يبقى عندنا نقطة اختلاف وهي أنواع المصروفات زي ما قلنا أن المصروفات الرأس مالية بنفرق بينها في المحاسبة المالية بين المصروف الاراضي وراصمالي أما في المحاسبة الحكومية فلا يتم التفرق بين المصروف الاراضي والمصروف الاراضي النقطة رقم سبعة طبعا القوائم والموازنات وهالنقطة طبعا الأخيرة لأوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية قلنا أن القوائم أو الموازنات يعني على سبيل المثال الموازنة العامة للدولة بنقوم خلالها بتأدير المصروفات او الاستخدامات ثم بعد كده نقدر الموارد يعني لما اللي هنجيب المبالغ ديني عشان ننفقها يبقى الدولة بتقوم بتحديد اول حاجة بتقوم بتحديد المصروفات ثم او الاستخدامات ثم بعد كده بتقوم بتحديد الموارد اللي هتسد هذه او هتقابل هذه المصرفات او الاستخدامات اما فيه طبعا فيه المحاسبة المالية على العكس بنقوم لما بنيجي نعد الموازنات التقديرية للمبيعات بنحدد الاول ارادة المبيعات ثم بعد كده المصرفات المقابلة لهذا الاراد يبقى انا عندي الموازنات ده نقطة اختلاف نحن لما بنيجي نعد الموازنات العامة او في ظل المحاسبة الحكومية الموازنة العامة للدولة بنقدر الاستخدامات او المصرفات ثم بعد كده نقدر الموارد هنجيب الفلوس دي منين يعني هنصرف كذا وكذا وهنجيب المبيعات دي منين ايه الموارد بتاعت الدولة اللي هنجيب يبقى بنقدر المصرفات او الاستخدامات ثم بعد ذلك بنقدر الموارد اما في ظل المحاسبة المالية بيبدأ طبعا اعداد الموازنات التقديرية بتحديد الاراض يعني الموارد الاول ثم بعد كده تحديد المصرفات المقابلة لهذا الاراض دول يا عزيزي الطلاب كانوا اهم النقاط او اوجهوا الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية سبع نقاط اخذ بالي منهم اقرأهم بتركيز لان ممكن يجيلي في الاختبار سؤال يقول لي حدد او قارن بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية محددا اوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وزي ما شفنا عندنا سبع نقاط اختلاف من حيث الهدف من حيث طبعا زي ما اوضحنا المصرفات الرسمانية والمصرفات الاراضية من حيث الموازنات التقديرية سبع نقاط مهمين ناخد بالنا منهم نكون مركزين ونفهم كل نقطة من هذين النقاط كنقاط اختلاف ممكن تجيلي في سؤال فصحة وخطأ فاكمل أكون مركز وأرازي النقاط بتركيز. الجزئية التانية المهمة وهي الخاصة بالعلاقة بين المحاسبة المالية. آسف المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية. طيب إيه المحاسبة القومية هدف إيه? هدف المحاسبة القومية ناخد بالنا عزيز الطلبة. إيحنا قلنا إن هدف المحاسبة الحكومية قياس الأداء الحكومي ومراقبته. يعني الهدف للمحاسبة الحكومية. نحن نحدد قياس أو نقيم الأداء الحكومي نقيس الأداء الحكومي أو نقيمه ونراقب هذا الأداء هل فعلاً إحنا بنقوم بتنفيذ الأعمال المطلوبة مننا في المؤسسات الحكومية وفقاً للخطة الموضوعة اللي هي خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية طيب مين اللي بيهتم بخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة؟ المحاسبة القومية. إن المحاسبة القومية بتهتم بالدخل القومي. تحديد الدخل القومي والناتج القومي وتحديد مدى مساهمة كل قطاع من قطاعات الدولة في الناتج القومي ونصيب كل قطاع من هذه القطاعات من الدخل القومي كل قطاع من القطاعات يعني المقصوب بها قطاع الصناعة قطاع الزراعة قطاع التجارة لأن كل قطاع من هذه القطاعات بيساهم أو بيحقق جزء من الناتج القومي وبالتالي بيعود عليه دخل القومي بيتم توزيع الدخل القومي مرة أخرى على هذه القطاعات طيب المحاسبة القومية بتهتم بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبتهتم بتحديد الناتج أو قياس الناتج القومي وقياس الدخل القومي للدولة وبيان مدى مساهمة كل قطاع من قطاعات الدولة زي ما قلنا قطاع الزراعة قطاع الصناعة قطاع التجارة قطاع السياحة في الناتج القومي ونصيب كل قطاع من هذه القطاعات في النهاية من الدخل القوم طيب هل في علاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية نعم لأن زي ما احنا شايفين إذا كانت المحاسبة القومية بتهتم بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية للعامة للدولة فأيضا المحاسبة الحكومية بتهتم بما تم تنفيذه من هذه الخطة العامة الاقتصادية للدولة يعني المحاسبة الحكومية هي اللي هتحدد بقى هل تم تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي حددتها المحاسبة القومية ولا لا تعالوا نشوف لو جالي سؤال وقال لي حدد العلاقة بين المحاسبة القومية والمحاسبة الحكومية هذكر له الثلاث نقاط دوري تعالوا نشوف اول نقطة معنا بيقول لي ان الموازنة العامة للدولة دي بتمثل ترجمة نقضية للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول يبقى الموازنة العامة للدولة اللي بتهتم بيها المحاسبة الحكومية هي طبعا بتتضمن المبالغ النقضية للمصرفات والاستخدامات وكذلك الموارد اللي طبعا تم وضعها في ضوء تم وضع هذه بنود الموزنة العامة للدولة في ضوء الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي طبعا بتسعى المحاسبة الحكومية المحاسبة القومية لأنها بتهتم طبعا بالناتغ القومي والدخل القومي عايزة تشوف تقيس الناتغ القومي للمجتمع أو للدولة وتقيس أيضا الدخل القومي وتحدد مساهمة أو نصيب كل قطاع من هذه القطاعات اللي طبعا قطاع الزراعة والصناعة والتجارة نصيبه من النتغ القومي وكذلك نصيبه من الدخل القومي اتنين بتقوم حسابات الحكومة بعملية التسجيل الفائل اللي ما تم تنفيذه من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية يبقى أول حاجة أن الموزنة العامة للدولة يعني لو قال لي أسكر العلاقة من المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية هقول له واحد الموزنة العامة للدولة تمثل ترجمة نقضية للخطة العامة للتنمية الاقتصادية اتنين بتقوم حسابات الحكومة بعملية التسجيل الفعلي يعني احنا في حسابات الحكومة أو في المحاسبة الحكومية بنسجل ما تم تنفيذه فعلا من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية تلاتة بيتم الربط بين حسابات الحكومية وحسابات الدخل القومي وذلك للتعرف على مدى مساهمة الخطة طبعا الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في زيادة الدخل القومي يبقى لو قال لي حدد أو أذكر العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية هقول له التلات نقاط دول نركز يوم أعزائي الطلاب النقطة الأولى الموازنة العامة للدولة بتمثل ترجمة نقضية للخطة العامة للتنمية الاقتصادية اتنين بتقوم حسابات الحكومة بعملية التسجيل الفعلي لما تم تنفيذه من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية ثلاثة بيتم الربط بين الحسابات الحكومية وحسابات الدخل القومي للتعرف على مدى مساهمة الخطة في زيادة الدخل القومي للدولة ككل دول أعزائي الطلاب أهم نقاط اللي بتوضح لي العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية احنا بانتهاء الجزء الخاص بتوضيح العلاقة بين المحاسبة القومية والمحاسبة الحكومية بنكون انتهينا من كل النقاط المهمة في الباب الأول من منهج المحاسبة الحكومية وهو الباب الخاص بالإطار العام للمحاسبة الحكومية طيب تعالوا راجع مع بعض بسرعة كده ايه النقاط اللي درسناها في هذا الباب النقطة الأولى اتعرفنا على تعريف المحاسبة الحكومية وقلنا احنا ملتزمين بتعريف المحاسبة الحكومية وفقا لنص المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 اللي هو بينظم العمل المحاسبي داخل الوحدات الحكومية الإدارية في جمهورية مصر العربية يبقى احنا اول جزئية درسناها في هذا الباب تعريف المحاسبة الحكومية الجزئية التانية اتعرفنا على نطاق سريان او مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية يعني اين تطبق المحاسبة الحكومية وتعرفنا ان المحاسبة الحكومية بشكل عام وتطبق في الوحدات الحكومية الإدارية الغير هدفة للربح لكن القانون 127 لسنة 1981 حدد لي اربع جهات زي ما قلنا وحدات الجهاز الإداري للدولة وحدات الحكم المحلي الهيئات العامة زاة الطابع الخدمي وفي الاخير اللي هي طبعا قلنا الصناديق والحسابات الخاصة اللي بيتم انشأها بموجب قرارات وقوانين جمهورية او موجب قوانين وقرارات جمهورية اربع جهات او اربع مجالات تطبيق واقب بالي ان كلمة نتاق سريان هي نفسها مجالات التطبيق النقطة اللي بعد كده اتعرفنا على اهداف المحاسبة الحكومية وعرفنا ان الهدف العام للمحاسبة الحكومية قلنا قياس الاداء الحكومي ومراقبة يبقى فيه هدف عام للمحاسبة الحكومية ثم بعد كده اتعرفنا على الاهداف المفرعية من هذا الباب وقلنا عندنا طبعا ترشيد المصروفات العامة الرقابة المالية على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقلنا الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي لأموال الجهات الإدارية او الاموال التي تديرها تلك الجهات سواء كانت اصولا او ارادا او حكوكا تعرفنا ايضا على النقطة الاخيرة طبعا من الاهداف وانه هو توفير المعلومات والبيانات اللازمة لرسم السياسات واتخاذ القرارات يبقى عندنا اربع او خمس اهداف للمحاسبة الحكومية واللي هو اهداف فرعية ولكن ما ننساش الهدف العام النقطة اللي بعد كده نتعرفنا عليها ايضا عزيزي الطلاب اتكلمنا عن اصص قياس النتائج في المحاسبة الحكومية وعرفنا ان احنا عندنا تلت اصص لقياس النتائج قلنا الاساس النقدي اساس الاستحقاق ثم قلنا ايضا اللي هو الايه الاساس المعدل او المشترك او المختلط يسمى الاساس النقدي المعدل أو الأساس النقدي المشترك أو الأساس النقدي المختلفة عندي ثلاث أسس طيب الأساس المطبق فيه المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية قلنا طبقا لنص المادة الخامسة من القانون 127 لسنة 1981 الأساس النقدي المادة الخامسة حددت الأساس النقدي كأساس يتم في ضوء قياس النتائج في ظل المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية أكملنا حديثنا عن أوجه الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وقلنا عندنا في أوجه الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية من ضمن أوجه الاتفاق أننا قلنا أن رقم واحد نظرية القيد المزدوج قلنا نظرية القيد المزدوج اللي طبعا بتقول أن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دين وبنفس المبلغ هي تعتبر أساس تسجيل العمليات في المحاسبة المالية وكذلك هي أيضا أساس تسجيل عمليات في المحاسبة الحكومية تعالنا بعد كده خلال حلقتنا اليوم وتعرفنا على أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وأوضحنا أيضا العلاقة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية إن شاء الله كونوا استفادتم من المعلومات اللي أوضحناها لكم في الحلقة السابقة والحلقة الحالية اللي بنتكلم فيه عن الإطار العام للمحاسبة الحكومية الأسئلة اللي هتجيلي على الباب الأول طبعا زي ما احنا شايفين الباب الأول بيتضمن مجموعة من المعارف والأسئلة المعارف النظرية وبالتالي الأسئلة اللي هتجيلي على الباب الأول هتكون كلها أسئلة نظرية بيسألني مثلا يقول لي عرف المحاسبة الحكومية أذكر مثلا مجالات أو نطاق سريان تطبيق المحاسبة الحكومية يجيب لي أسئلة في شكل صح وخطأ يجيب لي أسئلة في شكل أكمل يجيب لي أسئلة في شكل وصل يجيب لي أسئلة في شكل اختيار ممتعدد يعني يجيب لي سؤال يقول لي اختر مما بين الأقواس وهكذا تعالوا نشوف مع بعض بقى ونختبر معلوماتنا في وحدة الإطار العام للمحازمة الحكومية يا رب إن شاء الله تستفيدوا من الأسئلة وحاولوا تكتبها هذه الأسئلة واتدونوها عندكم في كراساتكم علشان ترجعوها باستمرار لإني دي هتكون أسئلة شبيهة بالأسئلة اللي هجلنا إن شاء الله في اختبار نهاية العام اللي بدأوا الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويكلل مجهودكم وتعبكم بالنجاح والتفوق إن شاء الله تعالوا نشوف مع بعض شكل من من أشكال الأسئلة اللي هتجيلي في اختبار المحازمة الحكومية أو اللي ممكن يجيلي زيها في اختبار المحازمة الحكومية في نهاية العام الدراسي إن شاء الله بإذن الله أول سؤال عندي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس ده شكل من أشكال الأسئلة ممكن يجيلك سؤال في الاختبار يقولك اختر الإجابة الصحيح من مبين الأقواس. رقم واحد يقول لي من سماة المحاسبة الحكومية نقاط إهلاك للأصول السبق. تبنائب كده بعد شوية. نحن نسألين في سماة من سماة المحاسبة الحكومية. نحن بنعمل الشيء يا عزي theatrical beliefs. ما بنحسبش إهلاك للأصول السبق وده بيمثل اختلاف أيضاً بين المحاسبة ومن المحاسبة الحكومية. بقى لما اقول لي من سماة المحاسبة الحكومية اقول له عدم حساب أو احتساب إهلاك للأصول السابة. هو جايب لي تلات نقاط بيقول لي احتساب يعني نحط مكان نقضي احتساب ولا عدم احتساب ولا خاص برافع عليكم عدم احتساب اهلاك للأصول السبت يبقى من سمات المحاسبة الحكومية عدم احتساب اهلاك للأصول السبت النقطة رقم اتنين بيقول لي تطبق المحاسبة الحكومية في الهيئات العامة ولا بيقول لي في الهيئات العامة ولا في المنشآت والشركات ولا الوحدات الاقتصادية طبعا المحاسبة الحكومة بتطبق فينا عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي يبقى الاختيار عنده يكون الاربح. النقطة رقم اربعة بيقول لي تستخدم المحاسبة الحكومية في اثبات عملياتها المادة الخامسة من القانون مية سبعة وعشرين لسالة الف تسوين واحد وثمانين حددت لأي اساس. برفع عليكم الاساس النقد وبالتالي الاجابة الصحيحة هتكون الاساس النقدي. يبقى ده شكل من اشكال اسئلة ممكن تجيدي بشكل اختار متعدد. ابقى كارق بقى السمات او السمات او الخصائص العامة المحاسبة الحكومية بشكل كويس. ابقى كارق مجالات تطبيق او نطاق تطبيق سراين المحاسبة الحكومية. ابقى كارق اهداف المحاسبة الحكومية واسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية عشان اقدر اختار الاجابة الصحيحة لو جالي سؤال في الاختبار اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاختبار. النوع التاني من انواع الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الاختبار وهي السؤال دايما بيتكرر معنا عزيزي الطلاب. ضع علامة صح او علامة خطأ. ده علامة صح او علامة خطأ. طيب. يعني ايه بقى بعض الطلاب بيتلغبطوا في السؤال ده? بيتلغبط السؤال ازاي? لان ممكن يجيلي معلومة اضافية مع السؤال. يقولي ده علامة صحة او خطأ مع تصريح لعبارة الخطأ. يعني لو لقيت عبارة خطأ صحح الخطأ. خب بالك معايا. لو لقيت عبارة خطأ انه صحح الخطأ. طب لو هو ما قال ليش صحح خلاص. يبقى انا اقول رقم واحد دي خطأ. رقم اتنين دي مسلا صح وكذا. لكن لو قال لي صحح الخطأ. لو في عبارة خطأ اقول خطأ وعيد سياغة العبارة برة اخرى بطريقة صحيحة. تعالوا نشوف مع بعض اول نقطة معنا. بيقول لي من سمات المحاسبة الحكومية انها تطبق في الوحدات الهدفة للربح. ده كلام. المحاسبة الحكومية بتطبق في الوحدات الحكومية الهدفة للربح. الاجابة طبعا خطأ. لان الوحدات المحاسبة الحكومية بتطبق في الوحدات الحكومية الادارية الغير هدفة للربح. يبقى انا وانا عايز اصحح الخطأ لان او كان جالي في السؤال ده اللي ضع علامة صحة او خطأ ثم اوضح او ايه او حدد صحة او خطأ كل عبارة يعني صحح العبارة تاني او اعيد سياغة العبارة مرة اخرى بشكل صحية. او مع تصريح الخطأ. يبقى اقول له بقى ايه اه انا قلت خطأ يبقى او انا في قرصة اللي جاء باكتب خطأ رقم واحد اكتب خطأ وبعدين اعيد سياغة الجملة بشكل صحيح اقول من سمات المحاسبة الحكومية انها تطبق في الوحدات الادارية الغير هدفة للربح. يبقى انا كده ما انساش ان هيكون السؤال النوتة رقم واحدة يكون على درقتين. درجة على انك سحددت هل ايه صحة ولا خطأ والدرجة التانية هتكون محددة على هل انت صححت الخطأ ولا ما صححتوش يبقى ناخد بالنا لو جاء لي في السؤال اعرى السؤال بتاع صحة وخطأ قويس. هل هو بقول لي صحة ولا خطأ وخلاص? فمش هيبقى مطلوب مني زي في السؤال دوت ان انا اقول خطأ وخلاص. لكن لو قال لي صحح الخطأ ابقى هقول واحد دي خطأ وبعدين اعيد سياقة الابارة بتطريقة صحية زي ما شوفنا هنقول بقى من سمات المحاسبة الحكومية انها تطبق في الوحدات الادارية الحكومية غير الهدفة للربح. النقطة رقم اتنين بيقولي تطبق المحاسبة الحكومية في وحدات الجهاز الاداري للدولة. صح. صح. برافو عليك. هي فعلا المحاسبة الحكومية بتطبق في وحدات الجهاز الاداري للدولة. ودي طبعا تبقى لنص المادة او تبقى لنص القانون 127 لسنة 1901 وثمين. يبقى النقطة التانية دي اللي هي تطبق المحاسبة الحكومية في وحدات الجهاز الاداري للدولة هتكون صح. النقطة رقم ثلاثة بيقولي من السمات العامة للمحاسبة الحكومية الإعفاء من الضريبة برافو فعلا من السمات العامة للوحدات الحكومية الإدارية اللي بتطبق فيها المحاسبة الحكومية هو الإعفاء من الضريبة ودي نقطة صحيحة النقطة رقم 4 بيقول لي تستخدم المحاسبة الحكومية في إثبات عمليات أو تستخدم المحاسبة الحكومية في إثبات عمليات تأساس الاستحقاق برافو عليك احنا قيلين طبقا لنس المادة الخامسة من القانون 127 لسنة 1981 مية واحدة وتمانين. اني احنا منطبق اساس الاساس النقدي كاساس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية. وبالتالي ستكون حفظة. طيب لو قلبي ايه تستغب بقى الجملة او صحح الخطى. يبقى اقول طيب فعلا الجملة دي خطى. ثم اكتب جنبها بقى. اقول تgeben اربعة دي خطى. при تستخدم المحاسبة الحكومية في اثبات عملياتها او قياس نتائج عملها اساس اقول الاساس النقدي. يبقى الخطأ هنا في كلمة اساس الاستحقاق لا هيكون الاساس النقد لو حبيت ان انا نصحح الخطأ النقطة رقم خمسة السنة المالية في كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية 12 شهر صح من ضمن اوجه الشبا او اوجه الاتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية ان السنة المالية في المحاسبة المالية 12 شهر والسنة المالية في المحاسبة الحكومية 12 شهر ولكن زي ما وضحنا عزيزي الطلاب السنة المالية في المحاسبة الحكومية دايما بتبدأ في 1 سبعة من العام الحالي اللي هو 1 يوليو وتنتهي 36 من العام التالي اللي هو 30 يونيو أما في الوحدات الاقتصادية اللي طبعاً بتطبق فيها المحاسبة المالية فغالباً ما تطبق المحاسبة السنة المالية اللي بتبدأ في 1 واحد وتنتهي في 31 إ ambos من نفس السنة مزال محاسبة الحكومية تاخد 6 شهور من السنة الحالية و6 شهور من السنة التالية النقطة رقم 6 بيقول لي تهدف المحاسبة الحكومية بشكل عام إلى قياس الأداء الحكومي برافر احنا قلنا عندنا هدف عام للمحاسبة الحكومية وقياس الأداء الحكومي ومراقبته وعندنا أهدف فرعية اشتقت من هذا الهدف وبالتالي النقطة دي هتكون نقطة صحيحة يبقى ده شكل من أشكال الأسئلة اللي بيجي لي في شكل صحة وخطأ وممكن يطلب مني أن أنا صحح الخطأ أو ما صححش الخطأ واسيب العبارة على حالها بس أفقط أقول هي خطأ الله صح أعرأ السؤال بتركيز وأخذ بالي عزيزي الطلاب عشان مضيعش مني درجة وأنا أكون فاهم الإجابة ومتقن لها تعالوا نشوف سؤال تاني أو شكل آخر من أشكال الأسئلة اللي ممكن تجي لي في الاختبار وهي الأسئلة تجي لي في شكل أكمل ما يلي بالكلمة أو الجملة المناسبة من ضمن الأسئلة اللي بيجي لي في الاختبار المحاسبة الحكومية وخاصة على الباب الأول زي ما أوضحنا لأن احنا أوضحنا عزيزي الطلاب أن الباب الأول المعارف النظرية ولا يخلو اختبار من اختبارات المحاسبة الحكومية لو رجعنا اختبارات العام السابقة على أسئلة أو أسئلة على الباب الأول من أبواب المحاسبة الحكومية لازم يجي لي أسئلة لازم يجي لي أسئلة من الباب الأول سواء بقى في شكل عرف في شكل أسكر في شكل صحة وخطأ في شكل أكمل في شكل اخترار متعدل لازم يجي لي أسئلة نظرية على الباب الأول في الاختبار وأنا قلت أن أقب بالنا أن الباب الأول ده يعتبر يعني بيمثل حجمي كبير جدا من الكتاب المحاسبة الحكومية ما واش جزء صغير يبقى أنا قراب تركيز نحل الأسئلة اللي في نهاية الباب بالأضافة للأسئلة اللي أنا جبتها لكم معايا في الحلقة إن شاء الله وإذن الله في كل حلقة من حلقات القادمة هنجيب لكم مجموعة من الأسئلة الشيقة اللي تنشط كده الزاكرة عندكم وتخليكم دايما على استعداد للاختبار في مادة المحاسبة الحكومية في أي وقت إن شاء الله النقطة الأولينية أو السؤال الأول بيقول لي تستخدم نقطة في إثبات عملياتها الأساس النقدي تستخدم نقطة في إثبات عملياتها الأساس النقدي طبقا لنص المادة الخمسة من القانون 127 لسنة 1981 هنا يقصد في مصر لأنه طالما ذكر القانون 127 لسنة 1981 يعني يقصد القانون اللي بنظم العمل المحاسبي الحكومي في جمهورية مصر العربية واحنا القانون اللي بنظم العمل المحاسبي الحكومي اللي هو 127 سنة 1981 حدد في المادة الخامسة منه الأساس النقدي كأساس لقياس النتائج في الوحدات الحكومية الإدارية وبالتالي نقول تستخدم المحاسبة الحكومية كفرع من فروع علم المحاسبة هي التي تستخدم الأساس النقدي لقياس النتائج وإثبات العمليات داخل الدفاتر المحاسبية النقطة الثانية من السمات العامة للمحاسبة الحكومية نقطة إهلاك للأصول السابقة نأخذ ببن لن النقطة دي قرار هت قبل كده في سؤال، كان جايلي في سؤال ايه؟ سؤال اختر مما بيننا الأقواص المرة دي جابلي اقللي من السمات العامة العامة المحاصة للحكومية وانcht لأقد إحلاك للأصول السبتة ووريد انا نكمل نقص في هي الجملة تب ايه؟ عدم إحساب عدم حساب أو احتساب إحلاك للأصول السبتة لأن من سمات المحاصة الحكومية نحن اسما بنحسبش إحلاك للأصول السبتة وبالتالي اكتب عدم احتساب او عدم حساب اهلاك للأصول السابقة النقطة رقم 3 بيقول لي من السمات العامة للمحاسبة الحكومية نقط احتياطات او مخصصات لمقابلة الخسائر المحتمل لسه اوغدنا من اوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية وكذلك ايضا من السمات العامة اللي اخذناها في الحلقة السابقة للمحاسبة الحكومية او خصاص المحاسبة الحكومية عدم تكوين احتياطات او مخصصات لمقابلة الخسائر المحتمل يبقى عندي هنا على طول مكان النقاط هكتب عدم تكوين النقطة الرقم اربعة يقولي من اهداف المحاسبة الحكومية الرقابة على التزامات نقطت وموفق تابعة الوفاقة بال 했습니다. نحن عندنا طبعا هدف عامل المحاسبة الحكومية وهو قياس الاداء للحكومة ومراقبته لكن قلنا ان في اهدف فرعية ومن ضمنها زي الاهداف برافو الرقابة على التزام التزامات الجهات الادارية طبعا الحكومية ومتابعة الوفاقة وبالتالي يكون هنا الجزء اللي هنتكمله هو الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها. ده شكل من أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلي في شكل أكمل في اختبار المحاسبة الحكومية. عندي نوع آخر عزيزي الطلاب من الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الاختبار. وهو السؤال اللي بيقول لي طبعا فيه إيه ده مشهور عندنا بإيه؟ بسؤال وصل. اختر من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة به أو اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود به. زي ما احنا شايفين بيقول لي اختر من المجموعة الف ما يناسبها من المجموعة بها. انا هقرأ كل نقطة في العمود الف واشوف ايه اللي نسبة من العمود به. تعالوا نشوف اول نقطة بيقول لي المحاسبة الحكومية. المحاسبة الحكومية. طيب. لو نروح للمحاسبة الحكومية دي. متطبق في اللحدات الاقتصادية التي تهدف للربح. لا طبع. ده مش المحاسبة الحكومية. يتبع لاثبات العمليات في المحاسبة الحكومية. مش ماشي الكلام خلص مع المحاسبة الحكومية. يتبع الاثبات العمليات في المحاسبة المالية. برضو مش مش مع كلمة المحاسبة الحكومية. تطبك في كل من المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية. لا. هنا بقوله تطبك في الوحدات الحكومية اللي هي رقم ايه? التي تهدف الى تقديم خدمات عامة. نقف عند الجزئة دي. فعلا المحاسبة الحكومية متطبك في الوحدات الحكومية التي تهدف الى تقديم خدمات عامة. يبقى الاجابة رقم واحد هنا هتكون ايه? هي. يبقى واحد او هيكون اختار بتاع رقم ايه واحد بيها اكتب واحد واشد خط كده واكتب اصاده ايه كلمة تيفكر رصة الاجابة المحاسبة الحكومية تطبك في الوحدات الحكومية التي تهدف الى تقديم خدمات عامة اتنين بيقول للمحاسبة المالية الف بيقول لي تطبك في الوحدات الاقتصادية التي تهدف للربح برافع عليك هي فعلا المحاسبة المالية بتطبك في الوحدات الاقتصادية الهدفة للربح يبقى اتنين هتاخد الف او هتاخد اتنين يبقى اتنين واشد خط كده واكتب اصادها المحاسبة المالية تطبك في الوحدات الاقتصادية التي تهدف الى الربح النوت الرقم تلاتة يبقى الاساس النغدي ده بيتبع فين بيتبع لإثبات العملات في المحاسبة الحكومية وده تبقى لنص المادة الخامسة من القرون 127 سنة 1981 في جمهورية مصر العربية يبقى ادور كده على طول هلقى عندي يتبع لإثبات العمليات في المحاسبة الحكومية يبقى به ده على طول هتاخد تلاتة او تلاتة هتاخد به اللي هو طبعا الاساس النغدي يتبع لإثبات العمليات في المحاسبة الحكومية النقطة رقم اربعة بيقول لي اساس الاستحقاق وده طبعا احنا عارفين انه بيتبع لإثبات العمليات في المحاسبة المالية برافو عليك يبقى على طول نقول اربعة هتاخد جيم او جيم هتاخد رقم اربعة اللي هو طبعا اساس الاستحقاق يتبع لإثبات العمليات المالية في المحاسبة المالية السنة المالية طبعا النقطة رقم خمسة طبعا السنة المالية في كل من المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية مرافع عليك 12 شهر وده وجه شابه أو وجه اتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية يبقى النقطة رقم خمسة هتاخد واو اللي هو على طول أعزائي الطلاب المحاسبة السنة المالية بتتبع طبعا أو في كل من المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية 12 شهر طبعا نظرية القيد المزدوج وتطبق في المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية. ده وجه شبهة أو وجه اتفاق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية. وبالتالي النقطة رقم ستة هتاخد دال أو دالة هتاخد النقطة رقم ستة. ده شكل أعزاء الطلاب من أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الاختبار في شكل اختيار من متعدد أو في شكل صح وخطأ أو في شكل اختر من بين الأقواس الكلمة أو الجملة المناسبة أو اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود به عندي أسئلة تانية ممكن تجيلي أو أشكال أخرى مختلفة ممكن تجيلي على الباب الأول أسئلة في الاختبار يقول لي مثلا عرف المحاسبة الحكومية أذكر السمات العامة للمحاسبة الحكومية أذكر أهداف المحاسبة الحكومية أذكر نطاق سريان أو تطبيق أو مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية حدد أوجه الاختلاف وأوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية أذكر العلاقة بين المحاسبة المالية المحاسبة الحكومية والمحاسبة القومية. تعالوا نشوف شكل من الأسئلة دي اللي ممكن تجيلي في الاختبار وتعالوا نشوف أول سؤال معنا وازي هنقدر نجاوب عليه. طبعا أول سؤال بيقول لي عرف المحاسبة الحكومية واخدين بالكم فاكرين احنا قلنا ايه المحاسبة الحكومية بنعرفها طبقا لنص المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 احنا ملتزمين بهذا التعريف صح؟ يبقى انا لما يقول لي في الاختبار عرف المحاسبة الحكومية حرف له المحاسبة الحكومية طبقا لنص المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 تعالوا نشوف بقى تعريف المحاسبة الحكومية بيقول لي هي القواعد يبقى اكتب بقى على طول المحاسبة الحكومية هي القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموزنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختمية لهذه الجهات بحيث تعطي صورة حقيقية له يبقى انا كده لو أقل في الاختبار أو أعرف المحاسبة الحكومية احنا ملتزمين بالتعريف اللي أورادته المادة التانية من القانون 127 لسنة 1981 سؤال تاني ممكن يجيلي في الاختبار أسكر مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية وأنا عايزك تاخد بالك وناخد بالنا أنه لما يقول لأسكر مشرحش يقول لأسكر مشرحش أسكر بس العنويين فهو يقول لأسكر مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية فاكرين مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية آه فاكرين واحد وحدات الجهاز الإداري للدولة اتنين وحدات الحكم المحلي تلاتة الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي أربعة الصندوق والحسارات الخاصة يبقى لو قال لي اسكر مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية او قال لي اسكر نطاق سريان المحاسبة الحكومية ما احنا قلنا ان نطاق سريان المحاسبة الحكومية هي مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية وفي الحالة ديت لما يقول لي اسكر مجالات تطبيق المحاسبة الحكومية او اسكر نطاق سريان المحاسبة الحكومية هسكر له الاربع مجالات اللي حددها القانون 127 لسنة 1981 واحد وحدات الجازي لداري الدولة اتنين وحدات الحكم المحلي ثلاثة الهيئات العامة زلط الطابع الخدمي أربعة الصناديق والحسابات الخاصة سؤال آخر ممكن يقول لي أذكر أهدف المحاسبة الحكومية برضو أنا قلت لما يقول لي أذكر ما أشرحش إحنا عندنا هدف عام للمحاسبة الحكومية إيه الهدف العام بتاع المحاسبة الحكومية الهدف بيقول لي هو قياس الأداء الحكومي ومراقبته لكن طبعا القانون 127 سنة 1981 حدد لي مجموعة من الأهداف الفرعية للمحاسبة الحكومية لو قال لي أذكر بقى الأهداف دي أقول له ترشيد المصرفات العامة اثنين الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ثلاثة الرقابة على التزامات الجاهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها أربعة الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخل لأموال الجاهات الإدارية أو الأموال التي تديرها تلك الجاهات سواء كانت إرادا أو أصولا أو حقوقا خمسة أقول له توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ الكرارات أذكر الأهداف الفرعية إذا طلب مني أن أذكر الأهداف في الاختبار ممكن يجي لي سؤال آخر ويقول لي أذكر أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية نقبلنا أننا قلنا في سابق أعزائي الطلاب أن أسس قياس النتائج في المحاسبة بشكل عام والمحاسبة الحكومية أيضا هم تلت أسس واحد الأساس النقدي اتنين أساس الاستحقاق تلاتة الأساس النقدي المعدل أو المختلط أو المشترك يبقى أنا عندي تلت أسس لقياس النتائج نقبلنا عزائي الطلاب أننا وضحنا في سابق أن أسس قياس النتائج دي بتختلف من دولة لدولة يعني ممكن نقولنا يحكمنا القانون 127 لسنة 1981 في جمهورية مصر العربية فقلنا الأساس النقدي هو المطبق عندنا وده تبقى لنص المادة الخامسة من القانون 127 سنة 1981 لكن ممكن نروح دولة زي الصين ونروح دولة زي المملكة العربية السعودية لليهم بيطبقوا أساس آخر غير الأساس النقدي ياخدوا الأساس الاستحقاق أو ياخدوا الأساس المعدل أو المختلط وبالتالي احنا نبني نتكلم عن أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية أو في المحاسبة بشكل عام بنقوله أن هم ثلاث أسس الأساس النقدي وأساس الاستحقاق والأساس المعدل أو المختلط أو المشترك لكن لو سألني عن أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية في مصر ودائما تخلي بالك لما يسألك عن أساس قياس النتائج أسس قياس النتائج النتائج في المحاسبة الحكومية يقصد في مصر فتقوله فقط الأساس النقدي الأساس النقدي لكن لو قال لي بشكل عام أسس قياس النتائج في المحاسبة الحكومية أذكر له الثلاث أسس اللي احنا أوضحناهم الأساس النقدي ثم أساس الاستحقاق ثم الأساس النقدي المعدل أو المشترك أو المختلط دي عزيزي الطلاب كانت شكل من أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلي طبعا في اختبار المحاسبة الحكومية تعرفنا على الإطار العام للمحاسبة الحكومية بتمنى أن احنا نكون استفادنا من دراستنا للإطار العام للمحاسبة الحكومية وإن شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة هنتعرف على النظام المحاسبي الحكومي وطبعا يتضمن مجموعة من المعارف ومجموعة من المهارات هنتدرب عليها إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله بتمنى لكم النجاح والتوفيق وإن تكونوا استفادتم من حلقة اليوم والحلقة السابقة وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله انتظرونا وحلقة غديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية وإلى أن نلقاكم على خير إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه أعزائي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والسلام عليكم